اشتركوا في القناة السوبر الفرنسية وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اجراء هذه المباراة في تل ابيب ويحضرها الجمهورة وكلما لمس حكيم الكرة تقوم الجماهير الحاضرة في الملعب باطلاق صافرات الاستهجانة ضد النجمة المغربية الذي يشارك اساسيا في اللقاء علما انها لا تفعل ذلك مع باقي اللاعبين وكان اشرف حكيمي من بين النجوم الذين اعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني خلال الايام التي كان يتعرض فيها لهجوم عنيف من طرف قوات الاحتلال الصيونية وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر فلسطين حرة وفي تفاعلها مع هذه الصافرات ابدت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنها مع حكيمي وتمنت لو انه نجح في هز الشباكة او تتويج فريقه باللقب والاحتفال بذلك عن طريق رفع علم فلسطين وسط الملعب نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء